إذن كانت هذه أهم التصريحات التي جمعها لنا زمينا عبد علاق لو نبدأ من فريق شباب الوزداد والاحتفالية التي قام بها النادي الإعلان عن النشيد الرسمي للنادي وأيضا تقديم عناصر هذا الموسم في مختلف الفئات وعرفت هذه الحفل أو هذه الاحتفالية عرفت الإعلان عن محمد عبروق الحارس الأسطوري العنكبوت الحارس الأسطوري لفريق شباب الوزداد والمنتقب الوطني وإسلام سليماني سيكون صفراء للنادي على غرار ما يحدث في أكبر النوادي محمد قاسي سعيد أمر أعتقد أنه محبد في أن يكون أيضا في العديد من النوادي الجزائرية الحفل كان في المستوى يعني لما تشوف القاعة هذيك وجوه رياضية ومشي في القاعة دراها هو منفاق وفي لا نر لا يعني لما تكلم تعيشه القاعة تكلم يعني على المكان المكان في جاردان دي سي في الوجوري كانت موجودة رياضية وإعلامية مجازي شفنا اسماء كثير يعني حاجة تشرف كثير شباب الوزداد وما تقول لازم تتعمم هادي يا أردوان من الصعب يعني بعض الفرق لا يمكنوا أن يدروا لي لي لديهم إمكانيات نتكلم عن اللي عندهم إمكانيات الآن عندنا تمنى نوادي تقريبا عندهم شركات من المفروض يكونوا عندنا هذا الطبيعة نقدر نقوله طبيعة طبيعة مليحة أنه يكون عندك سفير تعالي نادي يمتلك في مختلف التظاهر غيرت يكون حاضر دائما شيء محبب تمنيا أندي عندهم إمكانيات وتمنيا أنديا ما عندهم إمكانيات هذا هو المشكل تعني هذا ما كان ولكن بش دير سوفراء النادي ما تطلب لك شيء كبيرا؟ تعالى سفير تعالي نادي ما يش حاجة اللي نشوفوها في مختلف النوادي حتى ما يش نوادي كبيرة مثل ريال مادريد وبرشلونا تشوفها حتى في فرنسا في نوادي ما نقولوش متواضعة ولكن متوسطة ولكن عندهم سفراء تعالي نادي علي بن شيخ ما رأيك في هذه البادرة الجديدة في بطولتنا أنه يتيب الإعلان عن سفراء لنادي شباب الوزداد سيديزون باسادور تعالي خيرو دوزيكون اللي هما عبروك من الجيل القديم وأيضا إسلام سليماني من الجيل الجديد بحضور نقازي بحضور الكثير من الأسماء الكبيرة في شباب الوزداد أنا نقول عطا يوم صحة وكنترال سيتين اكسلونة شوز اللي دارو هاد تكريم هادايا وجابوا ديزانسين جوار حضرو وزادوا دايرين عبروك الانسين انترنسيونال اللي غاردين بيدي شباب هو سليماني كامباسادور ننظن سيتين بون شوز مليحا كي يقولوا أولاد الكلوب يضايرين بالاخر همت تمد هديك الروح هديك تاع الفارق هادا بس كلوكا ما يكونوا شادو اسمي ولي كلوب كالكون كي ما بامال دو كلوب اللي راونا نشوفو فيهم ما فيهم حتى هون سيادوك عادي لكن البعض عليه يقول بيانو الصح ماشي انك دير ديزانباسادور ودير هاكدا احتفالية البعض يعني اللي يشوف يعني من الجانب الآخر يقول لك ممكن أن ننتقد هدي يقول لك بالمفروض أنه يكون داخل النادي يعني تكون إعادة هيكلة النادي قبل الحديث على لزانباسادور كي يقال لك هدي تجي من بعد كي يكون عندك نادي محترف بيئة معنى الكلمة عنده له السنتر تاعه عنده الملعب تاعه عنده الانفرستركتور تاعه خاصة به وبعدها تجي هدي قضية السوفرة وش رأيك في هاته الكلمة؟ هات ما كنت بوا هكدا يا دوك كما محمد عبرو نحيوه مكلة ما يجيش للسيربي نحيوه بامالدونسيا نونو يجي كيف كيف يحافظوهم قاعد يحافظوهم يقولوا لهم أسنا وحتى ننظموه راحنا قاعدتك ومبعد نعودو نجيبوه وكنت رأيك دخل هادو باش تبدأ تنظم بهاد النسدو تنظم باسكول وكان تنظم بواحد داخل اللي ماشي ماشي ولد شباب وماشي دي فوتبالر ومبعد كيفاش ترح تنحيهم ومبعد يعني الحاجة المليحة مليح تكون حتى ومقش بيارة ستركتوري بانصير وانتا بانصير وليكيب ديريجنت يفوت نظم راحا يفوت ووجد راحا يفوت سق مروحا توتون انورغانيزون دي شوص باري واشن هادية خدت لهم شعن ساعة زوج وانو هاد التكريم هذا ساعة زوج عودوا تلاقعوا كبروا بسليماني محمد والإزانسين جوار تلاقعوا قصروا وشربوا حوية سينبون شوز مايش راح تخد لهم وقت مي يفوكي باس وشو سيريوز ساعة ساعة نطرح لك سؤال بطريقة أخرى البعض الآخر قد يقول لماذا اختيار سليماني وعبروك على حساب ربما أسماء أخرى صنع التاريخ فريق شباب الوزداد البعض الآخر يقدر يقول لك اكتعرفنا في الجزائر كعندنا هذي في كل نوادية يكرموا علي بن شيخ ومشي بطروني عليهم بطروني ومشي باشي عليهم باشي هي الأحسن نتبعوا هاد الناس اللي ينمموا أنا أقول اللي ينمموا الأحسن مايكرموا حتى وصينجور يكرموا واحد مصحافهم هادو قولهم هوا ما يجيبوا واحد مايعرفوا حتى واحد ما داروالو الشباب ويقولهم هوا يبرووزيه الربحي قال كرموا هادو ها لا عبروق لا سالمي لا كالم لا اللي يدير لا لا إما لجيبوا ننتو ما واحد ويكرموا ودسيدي هذا سي با بوسب وكنترى العبروق كيجا سيطان سيطان تريكسيلون غاردين بيت انترناصنال وليد شباب وإنسان وكبير يرپريزنت لزوتر جوار صحي يبا در أنا عبروق أنا عبروق يرپريزنت غالي سالمي وينسيتويت غالي غالي زنز لجينيراسيون لازم ينسي الجوار وعلى فالاخر ديرين بوطراغوين هاي هاي على ما يديروش ميشال ميشال ما على دير هاي قولهم لا لا نحب بوطراغوين دير هاي مركاونا مركاونا وميشي راول مركاونا وميد في دف فلاي جيفانتيس وعلى ندفات 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 على ندفات على مشي ولاش في الانترديو ميلوزاني ايه لازم ولاش مالديني في الانشي باريزي انانسين جوار انان محترم كي مع محمد عبروق يرپريزنت غالي زنانسين جوار هاي مادوالو عبروق ما كيفي ها دياما ماداش امميليون دولار عروله مادو بريزنت وليد شباب كبرو بي كبربل آخر واضح خلينا قبل ما نروح في المنتخب الوطني لبروز العناصر الوطنية على غرار عمورة وايضا كل من ايضا ايت نوري باللومي ايضا بشير باللومي الذي كان نجم هذا الأسبوع قبل الحديث في المنتخب الوطني حول هذا الموضوع نعرج معك امين اكساس لشاب مازا الذي اكد مدرب المنتخب الالماني للشبان انه اختار الجزائر ومنقولوش عبر عن استيائه ولكن قال من انه المنتخب الجزائري منح له الفرصة انه يلعب مع فريق الاكابل احنا منقدروش اكتيال مون ديروه في الكيب آقل عنده امكانيات كبيرة ولكن المناصب غالية في المنتخب الالماني في وسط الميدان لانه يلعب كمحرك وكوسط الميدان هجوم والله رضوان هدي حاجة مليحة بوليه وتاني هو اللي على بلوش هو يدير الاختيار تاعه هذا كان اولا يحتسب له تانيا من ان القدام ما على بلوش وش حيكون في المنتخب الالماني الاول اسكوه يقدر يلعب ولا ما يلعبش احنا ان شاء الله نتمناه هذا اللاعب هذا يبرز في البوضولة الالمانية كي ما لابن اليوم العب مبارا كبيرة مع ارتا بيرلين ان شاء الله الفارق دياله يحقق الصعود بس يلعب في القسمة تاني وكلعب نقوله احنا لعب شاب ما زال صغير ما زال يزيد يخدم ان شاء الله نشوفه لم يأت اجي بالاضافة يمد الفرصة سيرتوب ينسون يجب عنده مكان يبرز الفارق دياله وهذا يحتسب الفيدرال الجزائرية كي تجيب ديجان بصح نتفاهمه لازم يجيبوا ديجان اللي عندهم إمكانيات اللي برزوا في الفارق تاحهم سمتقول ليش أنا واحد يلعب عبيش فنان بورتيكيب قال لو كان واحد أرجيريان في بلاسة فلانية نحن نجيبوه لا نجيبوه لكاليتي مشي لكونتيتي نعم محمد قاسي سعيد هل مثل هذه الأسماء بإمكانها أن تعطي الدم الجديد للمنتخب الوطني بعض يقول لك بأنه الآن الناخب الوطني بيتكوفيتش رح يكون في حرج ما نقولوش في حرج دون السنس نيغاتيف ولكن بوزيتيف يكون عنده لنبارة ديشوا يا بوكو جان شفنا بو عناني وما يصنعوه مع نادي نيس مؤخرا حتى في أوروباليق لعب كأساسي وقدم مباراة كبيرة هل تعتقد بأنه هذا الشاب بإمكانه أن يفرض نفسه بسهولة أو أننا على بعد عامين فقط من نهائية كأس العالم 2026 لابد أن ينتظر دوره مستقبل ما ينتظرش لعب أي لعب لتكون عنده إمكانيات وعنده لعب قارية باش يلعب ما استناش أنا عامين لقد قادر يلعب اليوم يقدر يلعب اليوم ولكن تغيير الجنسية حاجة أردوان واستدعال المنتخب الوطني حاجة أخرى هذا ما يعنيش لما يغير أي شاب يغير جنسية رياضية رح مباشرة يستدعي المنتخب الوطني باش يعيطه لك يا أردوان لازم تكون برهان في النادي ديالك ولو يلعب هو في الديدو في ألمانيا نعرف بلديدو ألمانيا دوري لباس به ولكن اليوم هذا الشبان هدوما اللي رأهم يغيروا في الجنسية حاجة إيجابية للجزائر لما يكونوا يعني يفرضوا نفسهم في الأنديات ويكونوا في المنتخب الوطني رموجودين على يد الناخب بيتكوفيش وتصريح ربما الناخب الوطني الألماني للشبان دليل على أنها ربما خسارة لمنتخب ألمانيا باش تكون رافد لنميرو ديس بتاع منتخب ألمانيا للشبان لأقل من 19 سنة وتخير الجزائر أعتقد بأنه هذي هو القوانين في أوروبا تتغير ردوان لما تلعب في الديدو صعيب باش تكون تلتحق بالمنتخب الوطني يعني المفروض يغير منتخب الوطني ألف ألفة أمي هو أوروبا يلعب ديجاب في المنتخب الوطني دي شبان دي شبان في سبتمبر هذا لعب مع دي شبان دي شبان عارف عارف أن يقول لك باش تلتحق بالمنتخب الوطني بلقاب ما تلعب شفاء في الديدو والمدرب هذا يعرف الإمكانيته ويقول لك يعني صعيب باش يلعب في المنتخب الوطني يعني بالك الكفارات مشيكي سرعة البرق ردوان اليوم ركما تبسط خدواته لنجم كان قادر يفرض نفسه يمشي النادي كبير في الدورة الألمانية ولكن هو خير الجزائير عن قانعة خيره عن القانعة لأنه الشاب شاف عمل أقلي 18 سنة 18 سنة باش تخير الجزائير يعني عن القانعة اشتركوا في القناة